لكن فيه سؤال يرتبط بحلقة الأمس بتاعة المسافر يعني أحدهم بيقول أنا سمعت فاضيلة المفتي يتحدث عن السفر والمسافرين وأرجو أن يتذكر ويذكرنا لقد أفطر أنس بن مالك قبل أن يركب راحلته ومجرد أن لبس ثياب السفر يعني بمعنى أنت ست كنت بتقول أننا أنوى الصيام لو قدرت لو أنا حنصوم وأن تصوموا خيرا لكم كويس فإذا كنت سأأنمو الصيام إذا كنت سأصوم بالفعل فميقات الإمساك بتاعي في البلد الذي أنا فيه كويس لو أنا رخصتي أو أنا هاخوز بالرخص خلاص في حالة السفر أنا أفطر كويس جدا أيضا من الأسئلة التي جاءتنا إنه أصيب بقرون قبل رمضان وشفان الله ده محمود من الشرية لكني لم أعد أقوى على الصيام يعني هو واضح أنه في حالة الاستشفاء لم أعد أقوى على الصيام فما حكم الشر هذا كله يرجع إلى تقدير الطبيب الطبيب هو بيعالج هذا المريض شفاه الله سبحانه وتعالى ووقعنا جميعا شر هذا الوباء هو بيعالجه بيعرف التطورات الحالة التي عند هذا المريض وهو مقبل على شهر رمضان بلا شك بنسأل أيضا الطبيب إيه طب انصوم في رمضان ولا من صومش إن صحاب الطبيب وقال له يعني لا تصوم لأن الصوم سيؤثر عليك وسيزداد المرض به وربما تعرض مرة أخرى للإصابة مرة ثانية أو لا تتعرض لكن سيتأخر الأمر فالشرع الشريف يقول فمن كان منكم مريضا وهو الآن في وصف المرض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أمين أخر على هذا الشخص إن هو يفطر بناء على نصاحة الطبيب وبعد ذلك يقضي إن شاء الله سبحانه وتعالى